المنبهات ستيمولانس آه لقد تعبت من كثرة المذاكرة هل نستريح قليلا؟ بالطبع يمكننا ذلك وهل يمكننا أن نشرب شيئا خلال الاستراحة؟ بالطبع سوف أذهب لعمل عصير طبيعي وأنت ماذا تريد أن تشرب؟ أريد فنجانا من القهوة لكي أتمكن من التركيز في هذا الدرس لا يا خالد لا يجب أن تتناول هذه الكمية من المنبهات فقد تناولت الشاي منذ قليل وما هي المنبهات؟ المنبهات هي مواد تسرع نشاطات الجهاز العصبي المركزي وهل من مثال على هذه المنبهات؟ من أمثلة المنبهات مادة الكافيين وما مصادر الكافيين؟ من أهم مصادر الكافيين الشاي والقهوة وبعض المشروبات الغازية ولكني عندما أتناول أي من هذه المواد أشعر باليقظة والتنبه هذا صحيح فالكافيين يمنع النعاس ويجدد النشاط مؤقتا لأن له تأثيرا مباشرا على الجهاز العصبي المركزي والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي وكذلك له تأثير على الأعصاب الأخرى في جسم الإنسان إذن فما الأضرار التي يسببها تناول الكافيين؟ إن تناول الكافيين بكميات كبيرة قد يتسبب في بعض الأضرار أهمها اضطرابات في القلب اضطرابات في الجهاز الهضمي رعشة وأرق عند بعض الأشخاص كما يحفز الكلية لإدرار كميات أكبر من البول إذن علينا الاعتدال في تناول مادة الكافيين وعدم الاكثار منها؟ نعم يا خالد فالله تعالى قد أمرنا بالمحافظة على صحتنا وإجسامنا من الأمراض والأضرار معك حق إذن سأشرب عصيرا طبيعيا مثلك حسنا سأذهب لإحضاره في الحال وأنا سأقوم بتلخيص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي المنبهات هي مواد تسرع نشاطات الجهاز العصبي المركزي من أمثلة المنبهات الكافيين ويوجد في الشاي والقهوة وبعض المشروبات الغازية ومن أضرار الإفراط في تناول المنبهات اضطرابات في القلب رعشة وأرق عند بعض الأشخاص كما يحفز الكلية لإدرار كميات أكبر من البول ترجمة نانسي قنقر